لا تقل ضراوة الصراع داخل حلبة السياسة في العراق وبات ينتقل ضارباً الكتل الكبيرة بالصغيرة والأحزاب ببعضها البعض حتى يصل إلى الشخص فتبدأ مرحلة التصفيات بهذا السياق فهم الكثير قرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي لا سيما وأن تهم الفساد التي استند إليها القرار لا يكاد ينجو منها أي نائب في البرلمان أو مسؤول حكومي إحدى زوايا الصراع تتمثل برئيس البرلمان الذي وقع بشكل مفاجئ وثيقة مواجهة إلى الادعاء العام تتضمن رفع الحصانة عن الزوبعي نظراً لما قيل لكثرة الشكاوى الواردة عليه بتهم فساد وابتزاز ما دفع الكثيرين لاعتبار القرار برمته تصفية حسابات تشمل التخلص من المنافسين المزعجين في مرحلة تنشغل خلالها الحكومة بأزمات أخرى كبيرة من بينها التوتر في الخليج العربي بين الولايات المتحدة وإيران وتغول ميليشيات الحجر الشعبي ما يتيح فسحة واسعة لإنهاء بعض المتعلقات السياسية بين الحلبوس والزوبعي منافسة ابتدأت على كرسي رئاسة البرلمان التي حسمتها إيران للأول ولم تنتهي بتهم الفساد وبيع وشراء المناصب لكن رفع الحصانة أدرجه البعض ضمن تجريد ممثلين مناطق المدمرة من أي مصداقية ووضعهم تحت مطرقة الحماية الإيرانية ولعل ذلك لن يؤثر بالشكل الكبير على تلك المدن المدمرة المؤجل إعمارها حالياً بدعوى انشغال من يدعي تمثيلها بالصراعات السياسية وسبق أن اتهم الزوبعي رئيس البرلمان بشراء أصوات النواب كما أكد أن الحلبوس لا يمتلك الخبرة القانونية لإدارة جلسات البرلمان ولا توجد لديه خلفية عن النظام الداخلي والدستور وهذا يوجز السبب الرئيس لقرار رفع الحصانة عن النائب طلال الزوبعي ذاك الصراع يظهر أن شركاء العملية السياسية باتوا يتحركون ضمن خيوط اللعبة السياسية التي يتحكم بها زعماء الميليشيات التابعة لطهران لذلك فإن أي صراع يمكن أن ينشب بين أي منهم يمكن تسويته من خلال الاحتكام إلى مدى ولاء هذا السياسي أو ذاك لإيران معيار تسنيم المناصب في العراق الجديد